رجعنا من جديد في سبور ميكس الاخير من الحصة متاعنا اليوم نحكي على غايث الزعلوني لاعب النادل الافريقي اللي بشتعده قدام مجلس التأديب في الفترة القادمة ورغم اللي بش يعود للتدريبات مع فريق وبش نحكي في موضوع مع مختل دبوس ثاب القهر يا ايرامين برك الله وستاذ كميل بن خليل نحكي وستاذ كميل بن خليل على عاودة غايث الزعلوني وعرضه قدام مجلس التأديب اللي اللاعب يجمع نصر الكل لانه عنده مهارات كبيرة لكن يبدو انه مطالب ايضا بالاستقامة في الفترة القادمة هو اعتقد انه بعد الحالتها الاخيرانية واللي هي معنتها نجم تصير لأي شاب تونس هي اه طبيعي جدا انه النادل الافريقي معنتها بش يعرضه على مجلس التأديب لبيان معنتها موقفه معنتها يزم بعض الكلام والجدل اللي صار نهارين الاخيرانين فاعتقد انه طبيعي جدا ما زال مجلس التأديب منعقدش معنتها مجلس التأديب مش بالضرورة معنتها ايدانة ومعاقبة مش يسمعوا الولد يشوفوا معنتها شنو وجهة نظر متاع وعليش توجد في البلاسة ذيكة في الوقت ذاكة مع الشخص ذاكة اذا ثبت حسن انه يمتاعه وهذا هو اللي ظاهر من ظاهر الملف تونس اعتقد انه اجراء عادي معنتها ما ملزمش الراوه انه اجراء استثناء اجراء عادي معنت اي فريق يحترم نفسه عنده لاعب معنتها اتعرض لشبه معينة فهم الطبيعي جدا انه عايت له بشي يمثل امام ويسمع رأيه القانوني مختار تبيعي الاجراء معناها لتعرض قدام مجلس تأديب ويعود ما كيف يجب ان تتعامل معناها الهيئة مع ملف معاناتها كما هكا والله انا اقزولي انا ديما نلوم على هيئة النادي الافريقي علش كان مجالس تأديب امتيعنا تخرج وصابونا نحن البره يتنشر فهم برشة جوارات من جماعيات كبار جدا وحلوا الوحلات هذومة وما تعدىوش على مجلس تأديب وحطة لو كان فهمة قرصة وذن تتعدى تحت التاولة غايث زعلوني لعب مهم في النادي الافريقي ركيزها من ركيز النادي الافريقي قرصة وذن غلطة اولى غلطة اولى جديبيان المرة اللولى تتعدى تنجم تعديوها لمجلس تأديب يقعد معها رئيس النادي ويقول وراك غلط 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 وبوه زادة مش ناقل زمينة لحقيقة حسينة الوضع انتعوه في فترة اللقاف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كمال نقول حاجة بركة بربي مجلس تأديب بش بش يزيد مانا بش تحط غايث على البنك بش نحيله فلوس لا 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 شوف شوف فيجا نقول لك في جمعة بتاع دربي لا ايجا نقول لك لا مجلس تأديب مش تاورة مش اليوم راو ماهوش غدو مازال مجلس تأديب بركة استنوه في فيه ورط لا 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 نعطيك صحيح مجلس تأديب مازال مش مش نعاقد الجمعة ذي ولا الجمعة جاي مازال مجلس تأديب تفل بالعكس يحاطة كبيرة يبع شنوه بعد عامة لا لا معانتها ثم جيل معقولة معانتها تفل هو نفسانيا مسكين تمس نهارين احتفاظ تمس ويتمتع بقارينة البراءة والطفل قال كانا جمسو يتغوفي في الموفي مومان في الموفي اندرواء اوكي دونك اه بو انا من قذيك اللي هو توقفها انا نسكن غادي ونعرف اللي البلاسة اللي هو ما توجدوا فيها نعرف هل هي معانتها بلاسة معروفة بانها يرتدوها بعض تعدى من غادي قال كانا ما نعرف هاش وقفته دورية امنية اشتبهوا فيه اه هو والسيد اللي معاه هزوهم البارح روحه لا روح وطفل معانتها دجاء خروجه معانتها دليل على انو يتمتع بنصيب كبير من من البراء هذا هو فما فما رواية اخرى شي يقولك يقولك اه اه يظهر ان كانوا موجودين في السيارة اه معانا صارت عركة مع الدورية الامنية رفضوا اللوقاف وصارت هو 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 نأكد لك اذا معانتها محاضر هو مصادر حتى حتى باحث بداية بيده غيث مصدر منه حتى تصرف غير قانوني كان ساكت ومتكلمش بو نحنا اصيب حبيش نحكي في هذا تعادينا هالموضوع حبينا نحكيو في اللي بعد معانا هو اش بد على وهو امين نرحم والديه المتركاج ميدياتي كعيب معانتها ليصار لتفل معانتها تفل هرسلوه واحنا مزعمنا في تونس في الشماتة ومزعمنا في الكلام الخايب والكلام الدوني البارح تفل معانتها مخلاو ما قالولو نقرة في باج باج غيث الزعلوني يمضي مع أمورنا got-yeaspoor Oklahoma . هي من الحقيقة وقف لعبيه هانا هو من فريق اخر لا لا حتى الجمهور جمهور لازمنا نديوله رسالي زباية نجم أخلاقة الفضاء الافتراضي كما في إصابة معز حسن وإصابة مريح الناس كل كانت تضامن وتعاطف يلزم زادة لهنات فل هذا مستقبله قدامه وهذا متحكيم وانتم بلغة الوطنية هذا معنتها فنحافظوا عليه مش نشدوه نذبحوها كيف النادي الافريقي كمكشخ عندي دربي ماذا بي رأو غاية الزعلوني مزال المقود تحب ولا تكره لا 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 والناس ومش الناس لكل بالنسبة لجمهور التراجي يعرفوا قيمة غاية في الزعلوني وشوهوا تأثيره في التشكلة أي عبد رأو في دربي ولا نحكي في مقابلة كبيرة كما نحكي مش نحكي على أشخاص هنا بالنسبة لأنا كسيفتي كمحامي رأي منتمنى الحب الحبس حتى حد قد رزورت الحبس ونعرف شن هو وضعيته العقيقة تسعين بالمئة من الباجيت زي مختار سمحني تسعين بالمئة سمحني تسعين بالمئة من الباجيت كنت تابعتهم كيف تابع صفحات تعني دي الفريقي كيف من تابع صفحات تعني دي ترجلة دي تونسي تعاطفه كبير وكبير مع الملعبي عكس سيكميل بتذي فما استطي فما هكا 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 نشبدلك أنا عشرين صفحات توا نشبدلك عشرين صفحات يعني تعدى يا ثابت في كل جمعية فما لا مش هذا المشكل خانكامل جملة كل حدك وتفكيره ومستويه في الثقافي ومستويه العلم ومستويه الأخلاق في جمعية الكل فما البيه وفما الخايف نرجع للسؤال موقف هيئة النادي الافريقي صحيح ولا موقف هيئة النادي الافريقي صحيح هذاك هو معناتها في العالم مجمع السيدة ذا يا أخويا انتي تعالقت بيك شو بها البارح شفنا معناتها رئيس النادي يوم برسون موجود مع الطفل وأول واحد تكلموا بعد ما خرجوا ويحاطى وراك ولدنا وكذا هذاك الأمور معناتها ما فيهاش فيصال ما فيهاش الجماهير تعاطفت معاه لكن إيجا أخويا باش المرة الجاية تقرح سابك ما تقعدش خلنا عتيك أنا نعتيك نعتيك أنا نعتيك أنا القياس القياس باهي في الدنيا هو تفل صغير وطوو يتربأ أنا أكد لك اللي هو يجا نقول لك غاي يتربوا في النهاية طوو يتربأ بدلوها الكلمة طوو يتربأ بالمفهوم معناتها 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 يتلقى يستفاد يستفاد يتربأ معنا لا لا كان خليتني نكمل باش نقول لك التفل راهو متربي برشة وعاقل برشة أنا نعرف تحب نحكي التفل حتى البيئة اللي هو موجود فيها أبوه أنا صاحبي برشة والراه وحارس وعارس ما عندكش فكرة راهو أبوه معناتها عجيب جدا في التربي وفي الله وانا نعرف مليح غيث نعرف باش يقول لك عسلامة يقولها وهو معناتها موجهو تفل عاقل برشة على غالب صارت الغلطة هذية اللي أنا رأى أنه معناتها هي درسة يستفيد منه وقعها أمين أنا سؤالي قبلت عليك عندي سؤال حبيب كيف يجب التعامل معاه باش نحيطوا به خاصة وما نخسره خاطر ما شاء الله ما وهبت تفل الناس كل تجمع أنهم لاعب هذا هو اليوم مختارقة الكلمة قال عليس النادي الافريقي اخبارها على بر أنا نعتبرها هذه رسالة إيجابية زدا من النادي الافريقي على ضرورة متابعة أولاده والانضباط لأنه أولا أنت في الليل كلاعب أو نيفو سوى تعمل نص الليل ولا نص الليل ونص ولا ما الصع ولا هو البر السع وهذا دور لهيئة المديرة أنها تتابع وأنها تطعطي رسالة زملائه ورسالة لزمهور النادي الافريقي أني أنا منضبط وعلى فكرة ونقولها وأنا نتبع في البطولة سنوات الأخرى الانضباط في النادي الافريقي السناء وخاصة في البنك ماريناه في السنوات الأخيرة وهذه رسالة إيجابية ونص الله يكملوها حتى في التفاعل مع الأخطاء التحكمية في وسط التنارة وحتى ما قبل المباراة الأزواء تحسنت مرسا في النادي الافريقي وهذا اللي لازم يتبني عليه اليوم سنوات يلزم فما خلل في زمعياتنا هذا قبيلة قال يتنظر سيمختار لكن اليوم فما خلل على مستوى الحوكمة اليوم أنا نعتقد أنه ما فماس دي سيلول متع إصغاء ومتع تأطير ومتع متابعة الأولادنا موس على مستوى السينيور فقط حتى على مستوى الأصناف الزبان هلأ نحن نعرف زوار يكمل من الانترمون من بارك A وإلا من باردو وإلا من وين كيف يروح ويروح ويأكل ويعمل ويعمل اليوم لازمنا الاحتراف مهوس كلمة صحيح الاحتراف لكن السلوكيات أنا نعتقد اللي قاعد يصير هذا بالعكس هزا بها من النادي الافريقي رسالة الزملائه رسالة للرأي العام ننتبع في أولادي احنا انضباط أنا اللي ريته اترافير التقارير اللي جيني واحنا اربعة زولات من حالة الانضباط في بنك الافريقي ومع اللي قاعد يعمل فيه مهدي ميلاد بكل صدق ما قبل المباراة والتعامل وكل حاجة في غاية من الاحترافية ولازم كل الاندي الحقيقة وتحسنت الوضعية قاعد تتحسن على مستوى التيرانات والماكورونت وكل نزحنا لحقيقة في ترسيخ من عمنا ورشي هذي نبنيه عليه نمشي ونقدمه به وحاجة اخرى أنا سنمشي معاك الاكثر الاكسترام يا سيدي اخطأ لاعب اخطأ سبحان الله اخطأ اخطأ اشنا عملوله نصبوله المشانقة ريت الخطأ في تونس ما عادش فاما السلام الازجماعي ما عادش من هيئوهس من حاولوز نعاود وندمزوه نقتله نحكم عليه بالإعدام مش هكه بش نزم ونربحه انسان عمره 22 ولا عمره 23 مهما كان غيث ولا غيره لازمنا نعرف كيفية نتعامله ويصير ويمكن اخطأ حتى اخطأ اخطأ بالحق لكن كيفية نتعامله كيفية نحميه كيفية يكون درس لاصحابه والملاعبي والملاعبي والأخر ملاعبي وفي الديسبلين الكل كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالات بدل الوصم الاجتماعي وأدعو لحقيقة صفحات تعلق الكلوب ومتاع الاسبرانس هنقولها بكل وضوحة خطرين أرى واختصاصي الكمميكاسيون وخاصة الكمميكاسيون ديزيتال إلى أخلاقة الفضاء الافتراضي رجاء من الجميع كل دون استثناء ترفعوا وخليوا الفضاء الافتراضي لازمنا فما أخلاقة لازم لتيك لازمنا يا أولادي يرأوا الإنسان إنسان لما نتسمتوس في الناس لما نتمنىوس يصر للناس لما نبدأوس نختاره ينزموا يختاروا لي توا تصريح ويعملوا لي هكا وهكا والفريق لاخل يختار لي كذا وهو متاع هذا وهو متاع هكا يودي ترفعوا عن هذا وأنا بالنسبة لي أنا دعوة لكل الجميع الرياضي ولكل الزيوس الإلكترونية وليزادمين في باريز وليزادمين في روما وليزادمين في توكيو بلايزي يا مختار لا نسمفذلك جيش إلكتروني لا نسمفذلك يا مختار في ضرب اللجنة هذه بلايزية بلايزية مش هذا موضوع ونتحدك يا مختار شعور غالب في أنه يدعو إلى أخلاقة الفضاء الافتراضي لخطر أخا نظرية مع أنت أنت تحب الفضاء لا 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 طيب أنا يا طيب من الانديم تعامل برك الله جمهور تيرانسي والبريك المسالش ما يقول لا ما يزينا فرسي أنا متأكد اللي قاعد يصير اليوم لحظة خلينا نحكي اللي قاعد يصير اليوم ممنهز ومنظم وسياسات اتصالية وخطط اتصالية كاملة المعالم بس يطلع الريتس متاع الباز هذي والباز الفلانية وسب فلان والاخر قال في بيو وامين قال هكا جاوب وهذا تابع فلان وهذا يدلس فيه فلان والاخر تابع علي وتابع تارفع وزميعا أنه تارفع لأخلقة الفضاء الافتراضي اللي فيه انعكاس الفضاء راو أنا بالنسبة لنا رسالة للغايث الزعلوني راني كي نبدأ نحكي أنا كمحب للنادي الأفريقي راو لازم تتصنطني خاطر على عكس العباد الأخرين اللي راو يبدأوا يعطيوا فيه رسائل أنا بالنسبة لنا غايث من العباد اللي كندا نتفرج فيه في راتس راو كتبدأ اللي كله بتدور في كرة في الديفونس نطبع غايث ش قاعد يعمل راو يقول لي بالحق ما نفهمش تقنية نما يدخل ديريكت للدوميت هنا راو جوار دوية والله العظيم تحسيت كي سماعت باسمه ما نعاش ما احترامي للجوارات الكل التمنيت وهو أنا بالنسبة لي أنا من اللي فان تحقق غايث الزعلوني أنا شو نقوله راك ماكش موجود المرة اللي أولا غاديك وما تعديتش المرة اللي أولا غاديك سوري سرتانك تعديت مرة واثنين وثلاثة وماكشو المرة بيش تصر الوقت هذيك معنا هذي راو بيش تكون القرصة وذن للمرات السابقة اللي تعديت هذا ومعه كونه كي نربط أنا الوضعية ش بتعمل غاديك في كرباكي من هذيك شنو فيها بالروندموم تيحك اللي مقنة بالجولات لأخير لأخير وطوش قاعد تعطي في التيران راو نربطهم ونوري نقول يا هاي أرجع للوحد راو بوك إنسان فاضل راو بوك ما نتصورش راو في دار متاع محامي المنظومة هذي أنا بعيد على كونه غايف جيت وشبهت معناش أنت طلعت على الوحد ما فميش شبهت الاستهلاك يا أخوي أنا هنين زيد تغيذني حالك لسا هلكت ولا قاعدت الوحد معنا عرفت قاعدت بين بينين الأخوي عملت هكي عملت على العلقة أنا بنسبة لأنا غايف أرجع للجادة النادي الافريقي في حاجة لك هذي جمعيتك تكون قرس لوذن ونحبه الراء وغايف خير من اللي كان قبل باش لهم أخر مرة سألتني على شكون يستحق يعني أخر مرة حترت في الحلقة أنا على الفريق الوطني كنت سألتني شكون اللاعب اللي تراه يستحق يعني يكون متنواجد في القائمة جاوبتك مباشرة غايف الزعلوني غايف الحقيقة أنا تبعته من اللي كان يعني في السينيور بي متاع النادي الافريقي وبقى سنتين على ما أعتقد كان يصلاح للمتر وبقى سنتين يعني خارج اللي أطلع لابقى مع السينيور بي صارتلو إشكاليات كبيرة وحتى إشكاليات نتفكر صارتلو شاي إشكاليات نفسية ونعزل برشا برشا لروح ودونك لنتصور الفترة هديك الفترة هديك زادة مر يعني فترة أصعب من الفترة اللي بشي تعدها توا دونك ويجب يعرف غايف تسألوني اللي هو قاب مجهود كبير برشا خاصة في العامين الإخرانين وأثبت اللي هو لاعب كبير خاصة الكاليتاء متاعه مايش موجودة برشا في تونسي تان جوار أطليتيك جوار اللي يربح لك لدوائي الكل جوار اللي عنده الانتونسيتي اللي يتمكنوا بشي يصنع الفارق والكاليتاء اللي عنده هذيك تنجم تزول أوروبا ناريخ دونك يزم ويخدم ويعرف اللي هو لاعب في جمعية في نادي كبير كبنادي للإفريقي وراي كل وين بشي تحرك في أي زنجة في أي نهج في أي دور رمز يعرفوه كمال بين خليف وعين علي ووالا كنين العقوبة توقح ستتم تصريط عليه في نادي الفريقي انتي والفرسيون متاعه معانتها إذا كان الفريق معانتها مجلس سادي باقتنع بالبراء متاعه خاتمة تمسش كنهوت مستجمعية هني قلت لك لكن يجا نقول لك سبحان الله إذا كان طفل الله غالب معانتها لو ساعات انتي يبدأ معك واحد أنا حكم مهنتي معانتها لو شفنا العجبة ومختار يعرف لو ساعات تم واحد يبدأ موجود في بلاسة ومش عارف وتصير مصيبة وما في بالوش ولا في بالو ولا في إذا كان أنا أعتقد أنه بش تكون خطيئة مالية لأنه عقوبة مالية خطر شوف كيما نحكيه على الوكلو ما عنده وين يهز في العقوبات الأخرى زادها منعبي شنو بش تعلقوا منتش مش تعلقوا دونك عقوبة مالية لفرض الانضباط اللي كان يحكي عليها من صورة جديدة لنادي الأفريقي معانتها موجودة وإحنا مختارق بليك قال جمعيات أخرين كل حد يتصرف بما يراه صالح أحنا نمتثلو أحنا نمتثلو للقانون ونطبقوا القانون وما ناش فوق القانون وذك هو كانت وش تقعد كاك وانا ما أحط لو كانت عاقبت تخرجش للعلام حاجة كوزينة لا هي ناس تقعد تتسائل لأنه لما القضية خرجت لأنك بش يقعد اللي علام بش يقعد لما تتخيل أنت إسلام مدل تالي مش بش يسأل جنو ومختلف في العالم الكل طول أهل مصري عاقبة إمام عاشور جماعي فت عالباجو في سير شنو المشكل تتبلغ في جمهورك بشنو عاقبوه عاقبوه مليون جنيه هبطوه عالباجو في سير أنا ما زال بش تمس جوهر مرة أولا كي بش يمشي المجلس سيدية بش يتمس وبعطي يخرج الإعلام بش يتمس مش مخاطر نحكي عليه أنا بالنسبة لأنا هاو سيدي نعطيك نفس الكام منميش أخطأ فنيا فرضو رئيس الجماعية أنا معها خلي العقوبات يمشي معها كونه غايف الزعلوني يرجع للموقع كأساسي في النادي الافريقي ويكمل رغم مسير أنا معها كونه منميش وغايف الزعلوني ما مش قاعدين في الدار جيل العلام محكاديم هم ملاعبين في جماعيات كبار محور حديث الأعلام والناس كيف كيف أنا طلب ملاي المديرة يصد حسب رأي حسب رأي متر بسرعة يلزم إذا كان في مجل تأديب يلزم يصير في أقرب وقت علش إذا كان بش تأجل بش تتفضل الحكاية وتوفى الإشكال يلزم يتفضل في أقرب وقت وإذا كان بش تأجل يعني المجل تأديب الملاي بحتى ذهنين يبقى يستنى في اليوم تعمل بعد أسبوعين حسب رأي الإشكال هذا يلزم يصير تجاوز وفنين خاطر فيه مصحة كبيرة ينادي الفريقي خاصة فنين معاتش وقف جواقة دقيقتين مش ناخد تعليق من عندك على الوحاة الإيسار ونبارح معنا من عرف بعض الحكام اللي تقدموا قدام اللجنة المتابعة عندك قراءة لهم لليسار والله أنا بالنسبة لأينا ساع إدارة التحكيم المدير ينادي ولزنة التعيين ما في بالهيس لناديه وحكامها إدارة التحكيم وإدارة تحكيم تنادي الحكام دون العودة إلى المراقبين وإلى تقارير تعطيني معلومة أمين وبعد تقول لي أنت واضح أنك تعرف كل شيء الشقيقة ولكيقة من نسبة تقول لك انشقاق ولي قلت لك ما همس متفهمين ظاهرة انشقاق وين نعرف بالنسبة لا ينا اسمعني الفيلم المتاع والله ينا متقلق وين مسعى زبني أخر زي أخويا باه دون كذي موضوع محبس ندخل فيه بسمية قلوس ينبر علينا اثنين محرز المالكي باش لعبات تفهم تحكي على هشام جيرعت لا وغير شي هشام لا الخريقة ما مختار قبل لحكي على شي هشام خاطر اثنين يتم دعوة محرز المالكي اللي المثول أمام لازلة المتابعة عايتوله زمعني فاتت وهو يزفر في مالي وعايتوله اليوم وهو الراز يمثل تونس في السمينير مالي هاتا كونسنترسيون كيف ستعيطلو مش موزود أصلا في تونس عشان كونفوكير هو محرز المالكي نشاء ما يجب يتعقب كونفوكير هو من حكام تونس هو الحناشي معناها طوالعباد المالمو ركاجي مع وفرتلهم 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 أرجون فاهمتني انت تعيتلو حالة فوضى حاجة تعرف صاير في اللجنة صاير مراد دعمي في بالي ويرا في الجميع اللي تحت وخد ما تحت والحقيقة هو جيبهم هو خالق انا جبتهم وقال لهم قال لهم انا راني اللي يجبتكم وانا راني اللي نحكم هو عارفهم يعني رأوا بتاريخ انا هنا يغزول ينسمع هو سيول هو جيبهم هو قايا لا لا هو اللي جيبهم هو اللي يتصل بيهم واحد واحد قال لهم غضو العاشر متاع اسميح تكونوا في الجامعة هو اللي يتصل بيهم معناها الباكيتش رأوا كبير دير أول من يتصل يتصل بمراد الدعم واضح خرنية وكمال يدير والنادي الافريقي وبطولة كمال يدير وكل كلام انا عندي معلومة نحبك تأكد هالي ولا يتاوى برشا حكام اخطأوا في حق النادي الافريقي ضربات جزاء ويظفروا على رواح عندي معلومة انو مراقب الخطة اللي يحسب هداف مساعد الحكم مساعد الحكم ضد ضد شبيبة العمران اللي اليوم مرجعش ايه الوحيد الوحيد اللي مرجع صلتاوى احنا قعدنا دوزورنية بعضها ومبعد هما زيوا ويتسبولوا وانا نداء لكل حكام ادارة نازي زويني لم تترك اي سيب انو حكم معاقبة ولا صديق لموسي فقط لانو سيد المدير رافض عودته سخصيا عنده مسكل معاه لا وهنا بلاي نداء ترفعوا عن الحسابات الضيقة والسخصية بعض الكلام اذا كل خاصل الموضوع الفيروس صنداج امتحنا هل تتوقع ان تكون مقابلة الدربي بالفار تقريبا 750 شخص صوت و56% منهم يتوقعوا باش تكون المقابلة ما غير الفار تقريبا في نفس التوجه اللي كان ماشي فيه امين برك الله والديبال يصير شكرا عليه كمين شكرا حكم يكون ازنبي في الدربي حماية للتحكيم التونسي وللكرة التونسية والتحكيم التونسي وانو احنا بيتنزبنا ازنبي فما سياقات تقتضي وحماية الحكم التونسي انا من اكثر نص منادين بالحكم التونسي لكن للأمانة دربي هذا اتمنى ان يكون ازنبي انا ما شكرا يكون ازنبي قام به شكرا ليك كمين بن خليل مختلف ابو ستك شرح وثابت القاتل ولكن لو فيك شكرا لكم في الاخراج اجمال تحيات اسلام المتب